الفهري وتحديداً في الطريق الحزمية المزدوجة المرقمة الرابطة بين درشع بين الفهري ونيبل الكيس هذا جماعة معروف برشة ويصيروا فيه برشة حويدة قاتلة ورب يرحم أكيد اللي توفيه بعد عديد الشكاوي وصلوحات المتساكنين سكروا الكيس وزارة التجهيز خذيت الحكاية أومان واشتهدت وعملت 22 ددان في أقل من 200 مترو الاجتهادة ذي ملقاش الترحاب من مستعملي طريق بل بالعكس صارت احتجاجات جديدة وهذا مفهوم أكيد وبعض الضغط الكبير اللي صار من قبل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تم تدارك الوضعية ومن حداش ددان في كل فوق وليو ثلاثة ددانات أكهو فاطمة الددانات رو مش كلهم عملتهم وزارة التجهيز ميسلش برشة عملهم المتساكنين لا 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 هذومة ونتو كالي نحكي عليهم مين هذومة لكل عملتهم وزارة التجهيز بنسبة للينا اليوم الكودكور نتاعي هو حاجة في تونس جديدة موجودة اما جديدة وين عجبتني برشة هي السيمولاتور نتاع رياضات ميكانيكية هذا متاع Africa Sim Racing يخدم على فراري هو سبيسيالما هذه الشيخ عمله بلغريالتين virtuelles يعمل اك إميرسيون تتحوفوا نتاعيه موجود ريسنج فاست واحد معنى تتوسكي كونتر المانتر في الكوري بيانسور هذي يتكرى موجود في الزفن ما انا بالحق زي مانكو دكار نحب نقول للنس معنى اللي تحب على الادرينالين اللي ما عندوش لمويان بشي معنىها بشي استعمل بش تكون عندو مكينة خاصة بي يسي نسي بالحاجات الزومة اذي في منزة سنك هي موجودة في الكاسيم ريسنج معنى تنجمو تشوفوها تجربو فيها سي حاجة كي ونالتغناتف للهبال اللي قاعد يتسايب في الشارع وكن سايب ونكناليزيوه انا اللي ميم سيمولاتور ذي فاتما كنت جربتو قبل في رومانيا في الفين واربعتاش نتفكر موك سادات كومي حتى هذا ما وش جديد راو ما وش جديد عندو خمس سنين راو موجود عندو برشة في تونس